الرحمن الرحيم السلام عليكم زيكم شباب هناخد دودة جديدة ان شاء الله سمع لها يمين ولبصنانة او الدودة الشريطية القزم او بنقول عليها لدوار فور الدودة هي الطبر من اقصر الدان الشريطية عندي انتشارا في مصر وبتصيب خاصة الاطفال ومقم بتؤدي للطفل المصاب بيها بتؤدي ليه للضعف العين بتسبب له عنده ديوريهية ابدو من البين مجموعة من النيرفوس او للترباط الجهاز العصبي والجهاز العضلي عنده كمان ان الطفل المصاب بيها يا شبابي بقى عنده تأخر دراسي لانها بتأثر عنده على النمو العصبي والعضلي الخاص بي كمان يا شباب ان الطفل المصاب بيها دوة بيعد نفسه عدة مرات وبتصبح الاصابة في الحالة دي جديدة جدا وممكن كمان يعد غيره من الاطفال انا ليه قلت الكلام ده في الاول قلت الكلام ده عشان يبقى حارفين احنا داخلين على دوة عاملة ازاي عشان رباني يحفظنا ويحفظ ولادنا جميعا يا رب واطفالنا لازم ناخد نعم الحرس جديد جديد كبير جدا عندي خاصة في النظافة الشخصية للطفل اللي عندنا كمان ابقى مهتمية اوي اوي ان الطفل عندي يبقى عنده سلوكيات كويسة جدا عشان احمي واحمي غيره من الاطفال بالاصابة بمثل هذه الديداني الخطيرة اول حاجة عندي في الدودة ديت لازم ابقى اعرف الوضع التصنيف الخاص بيها اول حاجة بتتبع كلاس سيستودية وصاب كلاس سيستودة اردر سايكلو في اللي دي وفاميلي تيني دي والاكزامبل عندي اللي هو بنوع عليه الهايمين ولبا صنان ودات دي يا شباب بتتطبر هي سمولست سيستودة بتصيب عندي انفكتر للهيومن اكثر الديدان او اصغر الديدان عند الشرطية اللي بتصيب عندي الانسان جسمها بيتكون من اسكوليكس وجزء من النيك وبعدها بيتتبعه مجموعة من الماتيور بروكليتيتز والماتيور وفي الاخر جرافت بروكليتيتز طيب الدودة ديت هبدأ مع جزء الاسكوليكس الاسكوليكس بيتميز بوجود اربعة ساكرز والساكر دي بتساعد انها بتعمل اتاتشي منت بالميكوزة الخاصة في جسم الانسان او في الانتسنا الميكوزة تاني حاجة عند الريسترام والريسترام دي عبارة عن قلنا عليه قبل كده عبارة عن زي جزء من الرؤيس او المنقار كده وهو بيكون بيتميز انها يعني بتقدر تمده من الداخل للخارج وكمان بزودة به من الهوكس شباب عبارة عن حلقة من ايه حلقة من الخضاطيف ودي برضو بتساعدها برضو انها بتعمل اتاتشي منت برضو بالميكوزة طيب الدودة ديت بتتميز بها ايه لو جيت خط الماتيور بروكليتيتز زي ما انتوا شايفين كده هلقى بتتميز بوجود تتسيس بيخرج منهم هتفتح كلها في تفرانس واحد هتصب بازحت تفتح من hakkوزين هذه الضربات وكنو nuev تاختなる وحولي كما MELTL بالكون demi بن 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 casением وتفتح في الدودة الدiverso طيب ايه في الميز بوجود الريسترام والاول欢ة يفتح فيو كثي علامة واو ثيب بيخرج منها VATILARIA مثال وتقريب بالفجينا ما طيب تفتح بتح فيها تمين تضغط for its contrario نتضغط البول بفجينة ول Brilliant ل若виг ايد pixels انها عرضها يكون اكبر من ايه اكبر من طولها ودي بيمائز قوي عندي الماتيور بوريجلوتيتز اللي موجودة عندي في لها المين وليبا صنانة طيب ده الشكل الداخلي وانا عارفة طبعا من برة بتاعته عالما جدونا بتاعته وعالما جدونا بتاعته وترونزفيرزيكزوريجانل ولاترا نيرف كورو ده عالجانبين ده التركيب لانخدت قبل كده في مين في التانية هو تركيبي بأثابة عندي في مين في استستودة عموما طيب انا ايزا عرف الدودة ديت هو مين ومين وبتعيش فين اول حاجة عندي خالص ابقى عارفة ان الهاي مين وليبا صنانة دي لها مين وهو الانسان او مجموعة من القوارات زي او طب مين هو هي غالبا بيكون البراغيت والخنافس تول انسان قالك الانسان ممكن يعمل يعمل بس ابنورمل ازاي انه بيعمل هو نفسه بيعمل اكسترنال او انترنال او انفكشن طب ازاي ان الانسان يعمل اكسترنال او انترنال او انفكشن تلا هشرحه لما اجي اشرح مين يا شباب لما اجي اشرح بتاع الدودة دي برضو لازم ابقى عارف يا شباب في الدودة ديت برضو حاجة بتميزها قوي هو شاكل البويضة بتاعتها الدين ديت من الدين اللي بتخرج عندي مجموعة من ايه بتخرج عندي مجموعة من البويضات والبويضات دي بتبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده هورجيكم لها منظر. هو الشكل ده كده. البوادة بتبقى هيكسا كانسو امبيريو الليها بتحتوي على جانيس اداس الشوكة. وهلو حواليها مجموعة من الالياف الخطية تالي من بعدينهم من اربعة الى تمانية مجموعة من الالياف ايه الخطية. الدودة دي يا شباب بتتميز ان الانسان ازاي يعدي نفسه بنفسه. لو انا خدت عندك كده بوصوا فيه عندي في المنظر ده. اول حاجة عندي لازم ابقى عارفة الدودة دي بتعيش فين? قالك الدودة دي بتعيش في الوسمول انتستن بتاع الهيوم. وع بتقوم تثبت نفسها او بتعمل بتاعت الهيوم. الانسان بيمفروض بيخرج لمين? بيخرج لي ايجز مع الفيسز. ممكن يخرج لي كمان ايه? خرج لي او مجموعة من ايه? الجرافت بروكتيز اللي قلنا بتحتوي على بتاعت اليوترس. ووظفتها بتعمل ايه ديت? بتبقى جواها العديد من البوائضة. في اي حالة من الحالات البوائضة دي خرجت مع الفيسز بتاعت الهيوم. دي وسيلة ايه? اتعتبر بالنسبة لي عندي ايه. طب هل في طريق تاني? قالك اه. قالك ان الايجز ديت. ممكن هي نفسها وهي موجودة داخل تعمل داخل بتاع اليوم. فده يبقى طريق تاني. طيب. ايه تاني? قالك ان البوائضة لما تخرج ديت. مش شرط ان يجي اللي هو الفليز او البيتة اللي سيأكلها. ده ممكن ايه? ممكن الانسان هو برضو ايه اللي يأكل? يبقى انا عندي في الحالة دي تلات خطوات او تلات حاجات ممكن تحصل لمية شارب للاجز اللي موجودة او اللي بتخرج من الدودة دي. ايه هما? اول حاجة قلت ان الانسان ممكن يأكلها فيعمل الانسان يعد نفسه بنفسه. هو نفسها يقولها مع اي طعام او شراب ملوس او عن طريق ايدي اللي ما غسلهاش كويس خاصة عند الاطفال يعني. فممكن يحصل ايه? يعمل ايه تاني? ان ممكن البوائضة دي وهي جوة الامعاء نفسها هي نفسها تعمل هادش وتديل الانكوسفير داخل بتاعت اليومن. فتبقى عندي بادية عدوة ذاتية داخلية. الانسان ما خرجتش. ده لما خرجت بقى ايه او ان ايه? او ان البوائضة ديت ما كن مني اللي يقولها عندي. او ممكن يقول من يقولها من البيتلز. طي هاخد اول طريق اللي هو اللي هقول عليه ان اللي فيه انتراميدي هتوص هيزهر عندي. ان البوائضة دي خرجت مع الستول بتاعت اليومن. كلها مين? كلتها الانسكت او الفليز او البيتلز. تدخل جوه جسم الحشرة. هتعمل وتديني حاجة اسمها داخل جسم الحشرة. دي يا شباب لها شكل كده مهم اوي. هبقى عرفيها اللي هو المنظر ده. شكل وكده حوصالي الشكل ولها زي ده كده تشبه ايه تشبه التيل ومزودها بسكول وجوها برضو هي مجموعة من الهوكس. ايه اللي حصل عندي لسترقية دية? استرقية دية هتبقى جوه الجهد بتاعت الحشرة. تبقى تبدأ تتعمل ايه ممكن ميني دي اكل الفليز او البيتلز. ممكن اي او اي الكوريت زي الريتس او المايز تاكلها. طيب الانسان ممكن ياكل فليز او بيتلز. ممكن ياكلها ازة يا شباب مع الدقيق مع الامحة او مع اي حاجة بياكلها جوها فليز او بيتلز. مو صوبة انفكتد بسيسرقية ده ماخدش باله فكل. ف او ممكن الانسان برضو يحصل على العدوى عن طريق ايه? انه ياكل ياكل سيسرقية او سيسرقية حصرت عاملت انفكتد ليه مجموعة من الانسك ايا كان فالانسان كالها. كالها هيحصل ايه? ان السيسرقية دي هتتطور جوه جسم الانسان وتبدأ تعمل بخملات الامعاء وتبدأ تطوره تاني وتديني الاضل تمره تانية في تبدأ ما صار. طب ايه تاني? انه تموكم يعمل او عدوى غير زيتية. بس عدوى زيتية معلش خارجية. ازاي? ان الانسان هو اللي هيكلها في اي طعام او شراب ملوس. في يكلها فهي تدخل جوه جسمه. يعمل هاتش وتديني الانكوسفير وتتطور. وتديني السيسرقية وتتطور في جسم الانسان وتديني مين? تديني الاضل تمره تاني. ده الوسيل. او ان ايه يا بقى الانترنال اوتوان فيكشن? ان اللي حاشرة الدودة نفسها يدتني بوايضات والبوايضات دي لسه جوه الامعاء. الامعاء يحصلها اي? يحصلها هاتش وتديني الانكوسفير. الانكوسفير يعني هت ديني الجنين سوداس الشوكة جوه مين? جوه الانتسان. بعد كده الانكوسفير يعمل في الانتسان الف اللهي في خاملات الامعاء ويه تديني مين? ويه تديني السيسرقية دي لانا قلت عليها قبل كده ليه عاملة كده ولها زائدة دايلي. الديني السيسرقية دي تبدأ السيسرقية دي تطور في الانتسان الف اللهي وبعد كده تبدأ تديني اللي هيبدأ يعمل اتاتش منت بالانتسان الميكوزة وتبدأ تتطور وتديني باقية جسم الدودة كلها اللي هي منول عليها ايه? اللي هي اللي يعملونه البصنان او الادلت ورم داخل الاسمول انتسل بتاعت الهيوم. في الحالة دي يقول لها ايه انترنال اوتو انفكشن. لان البويضة ما هارجتش من جسم الانسان ده وهي جسم جوا جسم الانسان عاملت العدوى وكملت دورة الحياة عادي خالص. قلنا الدودة وهي جسم الانسان هتبدأ تخرج لي تخرج لي اجز او تخرج لي جرافت بلوكليتيتز مليانة بمين؟ مليانة بالبويضات اللي برضه تخرج بره وتكمل دورة الحياة بالصورة العادية. من دورة الحياة عرفت مين؟ عرفت ان الانت داينوستيج هو البويضات اللي ملقيتها في الاسطول بتاعت الهيومان هي ام بني الانت داينوستيج. وبرضو بالنسبة لي هي ممكن تكون هي برضو الانفكتف استيج اللي لو كانها الانسان مع اي او درينج اصابات له العدوى وهي برضو كانفكتف استيج لما عاملت انترنال اوتو انفكشن جوا جسم الانسان. طيب في عندي انفكتف استيج تاني قلنا اه السيسر كايد لما تكون داخل الانسكت تعتبر برضو عندي انفكتف استيج. لفق انا ع عرفت كده دورة الحياة وعرفت الانساني ازا يعتبره ابنورمال انترميديات وازاي هو مين وازاي دوى دي خطيرة وصبق امرات كتيرة عندي للاطفال واولادنا وربنا يحفظنا ويحفظ اطفالنا جميعا.